على مدار ثلاثة أيام، إمبارح والنهاردة وبكرة، مصر بتحكي حكاية وطن قدرنا في عشر سنين أن نحن نحقق الاستقرار في إقليم مضطرب بنوصل التنمية لكل مكان في مصر، في قرى الدلتة، في الصعيد، في سينة إنجاز ألاف المشروعات وبناء دولة جديدة رغم التحديات وكمان الشائعات اللي حاصرت مصر طوال السنين اللي فاتت سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح إمبارح فعاليات جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الأحزاب والجماعات ومنظمات المجتمع المدني وده إلى جانب قادة الفكر والرأي والمتخصصين في كل المجالات كان فيه عرض مهم وشامل للإنجازات اللي حصلت في السنوات اللي فاتت وكمان في ملفات الاقتصاد والطاقة والمشروعات القومية والبنية التحت إيه في الحياة اللي حصل في مصر خلال السنوات اللي فاتت يروى هو كمان في سنين حكاية وطن هو سرد لكل ما حدث من إنجازات في الدولة المصرية من 2014 والحد دلوقتي إزاي؟ الدولة قدرت أنها تتجاوز الأصار الاقتصادية لإحداث بعد 2011 وتشتغل فيه مصارين متوازين الاتنين غاية في الأهمية مصار التنمية في قطاع الزراعة والصناعة وشبكة الطرق والبنية التحتية بالإضافة إلى مصار آخر وهو مصار الاستقرار ومكافحة الإرهام أعتقد إن مبارح خلال جلسات المؤتمر كان فيه تأكيد واضح على إن الدولة لا تنهض إلا بالتعب وبالعمل المستمر إن الدول ما بتنهضش غير بالتركيز على التنمية من خلال برنامج وطني يكون طموح ده اللي اعتمدت عليه الدولة المصرية في السنوات اللي فاتت وقدرت إنها تحول الظروف الصعبة لبيئة مستقرة وآمنة وجاذبة للإستثمار نحن النهاردة على مدار الحلقة هنحكي لكم حكاية وطن واللي حصل مبارح في جلسات حكاية وطن نصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة